تلقى وزير الموارد المائية والريها نيسوي لما تقريرا يستعرض موقف مشروعات الوزارة بصعيد مصر شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عزيدة بمختلف المحافظات خاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين أوضح الوزير أنه يجري العمل الآن على تنفيذ 236 مشروعا بمحافظات الصعيد تشمل أعمال تأهيل ترع ومساق ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآة الري والحماية من أخطار السيول وحفر الآبار الجوفية والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية وتأهيل وتجديد محطات الرفع وحماية جوانب نهر النيل